وما فيش مهندس بـ 58% تصريحات نارية من نقيب المهندسين المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين بيقول ان الفترة اللي احنا فيها دي مهمة جدا لمهنة المهندس وكل المهندسين حاسين بخطورة كبيرة بتمس حياتهم سواء ماديا او اجتماعيا او مهنيا المهندسين مش راضيين ان مهنة زي الهندسة اللي البلد بتعتمد عليها عشان تتقدم يبقى مجموعي الثانوية العامة اللي يدخل بيه الواحد كلية هندسة 58% وكمان بيرفضوا ان اللي معاهم دبلومات فنية يدخلوا النقابة من غير ما يعدوا اختبارات المعدلة وبرضو مش موافقين على قيد اللي معاهم ثانوية عامة من ادبين النقابة بتهتم ان التعليم الهندسي يبقى على اعلى مستوى عشان اللي يتخرجوا يبقوا مهندسين شطري ويفيدوا البلد في ناس تعترض على القرارات دي لكن النبراوي مستغرب منهم لان القرارات دي لصالح الجميع كمان النبراوي وضح ان النقابة مش بتعمل كده عشان تعاني تحد لكن عشان مصلحة البلد والاجيال الجاية والنقابة عملت قرارات عشان تضمن ان اللي يتخرجوا من المعاهد الهندسية يبقوا على مستوى كويس وان المعاهد لازم تاخد اعتماد الجودة وزير الرأي الدكتور هاني سويلم قال ان النقابة لها دور كبير في تحسين مستوى المهندسين وضمان جودة شغلهم وان الوزارة مستعدة تتعاون مع النقابة في كل اللي يخص تدريب المهندسين وجودت في مجالات المياه وزير كمان قال ان السوق العمل بيتغير ولازم التعليم يواكب التغيير ده وده شيء مهم عشان المهندسين يقدروا يلاقوا شغل بسهولة